ولكن دلوقتي خلونا نروح لموجه السريع مع منا تفضل يا منا شكرا ليكي باسانت التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجهز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس عبدالفتاح السيسي الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات التي تربطها بشقيقتها زيمبابوي في مختلف المجالات وخلال استقباله المبعوث الخاص لرئيس جمهورية زيمبابوي طلب الرئيس السيسي نقل تحياته إلى رئيس أميرسون مانان جاجوا وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشار إلى حرص مصر على تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الزيمبابوي فيما يتعلق بسبل تعزيز آليات العمل الأفريقي المشترك من جانبه نقل المسؤول الزيمبابوي للرئيس السيسي رسالة خطية من الرئيس مانان جاجوا أكد فيها اهتمام بلاده بتطوير مسار العلاقات التنائية بين البلدين وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في تعزيز جهود الاستصلاح الزراعي في مشروع الدلتة الجديدة وما يتبعه من إنشاء مجتمعات عمرانية ممتدة جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع مستشار رئيس الجمهورية للتغطية العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي طلع على مستجدات المشروع القومي العملاق للإنتاج الزراعي الدلتة الجديدة والذي يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر على امتداد محور الضبع أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمر الصناعية أحمد أنيس أن كل الاستعدادات لإطلاق القمر الصناعي المصري الجديد نايلسة 301 قد انتهت بشكل تام استعددا لعملية الإطلاق اليوم على قمر فالكون 9 التابع لشركة سبيس أكس الأمريكية وأوضح رئيس الشركة أن القمر الجديد يمتلك العديد من المميزات التكنولوجية الحديثة التي تمكنه من مواصلة المنافسة في منطقة البس وسيكون البديل لقمر نايلسات 201 الذي سينتهي عمره الافتراضي في 2028 عقد وزير الخارجية سامح شكر الرئيس المعين للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ اجتماعا للوفد المصري المتواجد في مدينة بون الألمانية يأتي هذا الاجتماع على هامش مشاركة وزير الخارجية في الدورة السادسة والخمسين لاجتماعات الجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ أكد رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهام أن الحوار الذي سينطلق اليوم يعد فرصة تاريخية لإكمال المرحلة الانتقالية وفي كلمة له جدد البرهان دعمه للحوار وتقديم كافة التسهيلات من أجل ضمان الوصول إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة ودعى البرلمان القوى السياسية بمختلف مكوناتها إلى المشاركة في الحوار الوطني وتجاوز خلافاتها أعلن البنك الدولي عن تقديم مساعدة إضافية بقيمة واحد ونصف مليار دولار لأوكرانيا ما يرفع إجمالية حزمة الدعم المخصصة لكييف إلى أكثر من أربعة مليارات دولار وقال بيان صادر عن البنك الدولي إن هذا التمويل يخصص لدفع رواتب الموظفين الحكوميين والعاملين الاجتماعيين ومع المساعدة الجديدة تم صرف حوالي ملياري دولار حتى الآن أعلنت السلطات المحلية في المكسيك مقتل خمسة تلاميذ في المرحلة الثانوية وامرأة خلال عملية إطلاق نار في شارع وسط المكسيك ووقع إطلاق النار الجماعي بعد أسبوعين من مقتل ثماني نساء وثلاثة رجال في هجوم على فندق في سيلايا وسط البلاد وختاما وصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم مساء أمس إلى ملاوي لمواجهة منتخب أثيوبيا غدا الخميس في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية وكان مدافع المنتخب الفراعنة ياسر إبراهيم قد تعرض لنزلة برد منعته من السفر مع البعثة بينما قرر الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال بالتنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا استكمال تأهيل المدافع محمد عبد المنعم في القاهرة ختم مجاز التساعة عودة لأحمد عبدالصمد وبسانت